لهيب الشمعة ذهبت مدرسة للبنات في رحلة بالحافلة إلى مواقع أثرية وذهبت إحدى الفتيات إلى مكان بعيد عن الأخريات وعندما جاء وقت الرحيل ركبت البنات الحافلة فلما سمعت تلك البنت صوت الحافلة ألقت كل ما بيدها وأخذت تركض خلفها وتصرخ ولكن أحدا لم ينتبه لها وابتعدت الحافلة فأخذت الفتاة تسير وهي خائفة ولما حل الليل وسمعت صوت الذئاب ازدادت خوفا في هذا الوقت رأت كوخا صغيرا ففرحت وذهبت إليه كان هذا الكوخ يسكنه شاب فقير فروت له قصتها فقال لها حسنا نام اليوم عندي وفي الصباح أذهب بك إلى المكان الذي جئت منه لتأخذك الحافلة ستنامين على السرير وأنا سأنام على الأرض كانت الفتاة جميلة ومن أسرة ثرية ويحلم الكثيرون من الشباب للزواج بها لأخلاقها الفاضلة وتميزها عن الأخريات ولخوفها الشديد في هذه الليلة لم تنم فرأت الشاب أكثر من مرة يقرأ كتابا ثم يذهب إلى شمعة مشتعلة ويطفئها بإصبعه ويعود حتى احترقت أصابعه الخمسة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فظنت الفتاة أن هذا الشاب من الجن وفي الصباح ذهب الشاب بها إلى الحافلة فلما عادت إلى البيت حكت لأبيها كل القصة ومن فضول الأب قرر الذهاب إلى مكان الشاب ليعرف لماذا كان يفعل ذلك بأصابعه فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع من القماش فسأله الأب ماذا حدث لأصابعك فقال الشاب بالأمس حضرت فتاة تائهة إلي ونامت عندي وكان الشيطان كل مرة يأتيني فأقرأ القرآن لعل الشيطان يذهب عني لكنه لم يذهب فأحرق إصبعي لأتذكر عذاب جهنم ثم أعود للنوم فيأتيني الشيطان مرة أخرى وفعلت ذلك حتى احترقت أصابعي الخمسة فقال له الأب تعال معي إلى البيت فلما وصل إلى البيت أحضر ابنته وقال هل تعرف هذه الفتاة؟ قال الشاب نعم هذه التي نامت عندي بالأمس فقال الأب هي زوجة لك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه فخر الشاب ساجدا لله شكرا لأنه أبدله الحرام بالحلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمع فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة 12 سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أرسل سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه سبعة من رجاله لاستكشاف أخبار الفرس وأمرهم أن يأسروا رجلا من الفرس إن استطاعوا وبمجرد خروج السبعة رجال تفاجأوا بجيش الفرس أمامهم وكانوا يظنون أنه بعيد عنهم فقالوا نعود إلا رجلا منهم رفض العودة إلا بعد أن يتم المهمة التي كلفه بها سعد وبالفعل عاد الرجال الستة إلى جيش المسلمين واتجه بطلنا ليقتحم جيش الفرس وحده حيث التف حول الجيش وتخير الأماكن التي فيها مستنقعات مياه وبدأ يمر منها حتى تجاوز مقدمة الجيش الفارسي المكونة من أربعين ألف مقاتل ثم تجاوز قلب الجيش حتى وصل إلى خيمة بيضاء كبيرة أمامها خيل من أفضل الخيول فعلم أن هذه خيمة رستم قائد الفرس فانتظر في مكانه حتى الليل ثم ذهب إلى الخيمة وضرب بسيفه حبالها فوقعت على رستم ومن معه بداخلها ثم قطع رباط الخيل وأخذ الخيل معه وأسرع وكان يقصد من ذلك أن يهين الفرس ويلقي الرعب في قلوبهم وعندما هرب بالخيل تابعه الفرسان فكان كلما اقتربوا منه أسرع وكلما ابتعد عنهم تباطأ حتى يلحق به لأنه يريد أن يستدرج أحدهم ويذهب به إلى سعد كما أمره فلم يستطع اللحاق به إلا ثلاثة فرسان فقتل اثنين منهم وأسر الثالث وأمسك به ووضع الرمح في ظهره وجعله يجري أمامه حتى وصل به إلى معسكر المسلمين وأدخله على سعد بن أبي وقاس فقال الفارسي أمني على دمي وأصدقك القول فقال له سعد الأمان لك ونحن قوم صدق ولكن بشرط أن لا تكذب علينا أخبرنا عن جيشك قال الفارسي في ظهول قبل أن أخبركم عن جيشي أخبركم عن رجلكم لقد دخلت حروبا منذ نعومة أضافري وما رأيت مثل هذا الرجل قط لقد تجاوز معسكرين لا يتجاوزهما جيوهش ثم قطع خيمة القائد وأخذ فرسه وتبعه من الفرسان ثلاثة قتل الأول ونعدله عندنا بألف فارس وقتل الثاني ونعدله أيضا بألف والإثنان أبناء عمي فتابعته وأنا في صدر الثأر للإثنين ولا أعلم أحدا في فارس في قوتي وعندما رأيت الموت منه طلبت الأسر فإن كان من عندكم مثله فلا هزيمة لكم ثم أسلم ذلك الفارسي في الحال وعلم أن البطل الذي أذهل الفرس واخترق جيوشهم وأهان قائدهم هو طليحة بن خويلد الأسدي وأخبر سعدا كل ما يريد أن يعرفه عن أخبار قومه السابقين والذين أصبحوا أعداءه بعد أن أسلم وكان له دور كبير في انتصار المسلمين على الفرس يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون